توافقني أننا كلنا محتاجين أن نفهم سياسة أكتر؟ أكتر عمقا؟ حضرية تفضلتي وقلتي أن هناك تشابك وتقاطع مستمر ما بين كافة مناحي الحياة وما بين السياسة لا يمكن أن كنت تفصلي أي حاجة بتجرى يعني حضرية كنت قبل الفاصل وقبل هذا الجزء من الحلقة بتكلمي على الرياضة الرياضة مكومة مهمة النهاردة في بناء معنويات الشعوب وفي الشعور بالفخر والفرحة فبالتالي أي نوع من أنواع القضايا المصارة مرتبطة بالسياسة لما تيجي لهذه القضايا بالتحديد أن تتكلم على قضية المناخ لا فيه ارتباط بينها وبين السياسة سواء نظم حكم أو علاقات دولية لا يمكن أن كنت تفصلي بين البيئة أو المناخ كقضية وما بين السياسات المحلية أو السياسات الدولية والعلاقات الدولية وبالتالي لازم نتفهم أمرين قبل أن نبتدي نتكلم أمرين مهمين جدا أن العالم بات منتبها لهذه القضية مبكرا يعني من السبعينيات والثمينيات بدأ الحديث عن قضايا المناخ لغاية سنة 92 لما اتعملت الاتفاقية اللي تم إقرارها سنة 94 وابتدت المؤتمرات تنعاقد القب من سنة 95 مصر كانت من أوائل الدول الموقعة لهذه الاتفاقيات وده إنعكاس لمأساسة هذه الدولة لقدرات هذه الدولة لإدراك هذه الدولة لمكانتها يعني الدولة المصرية دائما أبدا دولة متفاعلة مع قضايا المجتمع الدولي بصورة إيجابية تنم عن رغمتها في تحقيق السلم والأمن والتعاون الدولي بما يحقق مصالح البشرية مصر بنقول دايما مصر سالت إنسانية للبشر وده حقيقة مش لازم نغفل عنها إن الدولة المصرية حتى في تفاعلاتها الإقليمية بتقدم النموذج الرشيد في إدارة هذه التفاعلات بهدف تحقيق المكسب للجميع إذن أنت تتحدثي عن دولة نموذج ودولة رائد على مدار التاريخ لما ده بيتفعل على أرض الواقع مع قيادة لديها قدرة على اتخاذ القرار الصائب وفقا لرؤية استراتيجية بتبقى حكمة لها بتشوفي مزيد من التفعيل لهذه المكانة وهذا الدور الموجود للدولة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الإقليمي لأنك لا يمكن أن تفصلي ما تم على الأرض المصرية من إنجازات طول الفترة اللي فاتت عما تحققه مصر من نجاحات في ملف كاب 27